بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم في وديو جديد في قناة صهر محمد صهر فور ام ام ايل فكر دقيقة تغير حياتك أنا بهتكلم في موضوع مهم وأنا شايف أنه مهم حقيقة بالنسبة للقنوات هو اعتابع قنوات الكبيرة أما قناة صغيرة تطلب دعم منها فليه أن إحنا ما نعملش دعم ليه ما نقفش جنب بعضينا ليه ما نقبلش خواطر الناس حتى لو بقلق القليل أنا بصراحة استفزيني فيديو شفت يوتيوبر من قناة صغيرة طلبت من قناة كبيرة دعم فردت عليها رد مش كويس أيا كان الرد أيا كان هي فتحة قناتها فيه أو مش طرفيه القناة سواء أنت تفتحها للطرفيه ومش للطرفيه هي بتبقى ربحية أنت بتاخدع عليها فلوس طيب هي اللي أنت لو مش محتاجة خلاص وجالك فلوس هذه يعني إذت الخير خيرين طيب اللي محتاج وطلبت منك دعم وظروف وإحنا ما نعرفش الظروف الآخرين وطلبت منك دعم طيب أنا أساهم في مشاركة لها أو أساهم في اشتراك لها أو زود لها عدد الدقيق طبعا هزود لها يعني هساعد في الرزق الحلال طيب ما إحنا نساعد في الرزق الحلال مش هناخد علي سواب طيب ما هو ده أساس الإسلام وأساس التعاون وتعاونه على البر والطقوة ولا تعاونه على الاسم والعدوان طيب ليه إحنا نعاب أو نعمل إن إحنا كبرنا كده لا القنوات الكبيرة ما كبرتش كده هي كانت صغيرة وبقى بالمشتركين والقنوات الصغيرة برضو وقفوا جنب بعضيهم وكبروا وبقى أخبار فلازم حتى لو إحنا مش هن بالنسبة للقنوات الكبيرة مش هنعمل حاجة طيب خلاص أنا في حاجة اسمها جبر قواتر على الله مش هتحك على الناس لا أنا مش أصدق أن أتحك على الناس جبر قواتر على الله إن أنا بقى أقلل قليل بمسمة أمل بمسمة تفاؤل بمسمة حياة بمسمة تعاون فنتقل الله بعد شوية يا جماعة ما نعلمش ظروف الناس إيه وبعدين في ناس بدلا ما إحنا دلوقتي أكترية اليوتيوب أرزل كبيرة بتدور على الفضايح والمشاكل عشان تجيب مشاهدات وتجيب اشتراكات وشوف يا فلان ده عنده فضيحة وده عنده مشكلة وفلان بيرد على فلان وفلان بيعمل لعلان تاي ليه مش فاهم أنا تاي ليه إحنا بنعمل كده وبدي إيه يعني بصراحة القنوات الكبيرة بقى مش لاقيها محتوى أنا شايفة كده يعني مش كل القنوات طبعا أنا فيه قنوات فيه قنوات بشوفها يعني معظم الحاجات بشوفها إن فيه قنوات بتقوم تاخد شو كده علامي إن مثلا تخترع فكرة أو تخترع حاجة أصلا مش موجودة وقصة ويبنو عليها حاجات وبعدين يقولوا إيه لا ده كانت مقلب ده كان مش حقيقي فطبعا ده مش كويس أصلا أنا كنت متابعة لأحد القنوات من دي سحبت الاشتراك فيا جماعة نطاق الله في بعدنا شوية وما نبقاش قاعدين إيه طول ما إحنا قاعدين بنفسنا على بعض وبنشتم في بعض وبنبهدل في بعض ليه إحنا مش هناخد رزق أحد وبعدين كل واحد بيشتغل لله بيشتغل لله والأسرته وبيتطاق الله في عمله فإحنا نتطاق الله في أنفسنا وفي كل حد وبعدين يعني حتى لو لو أنتو مش هتحب لو مش هنحب بعض يبقى فيه يعني يبقى إيه زي بيقولك إيه كل واحد في حال وصباح الخارج جار أنت في حالك وأنا في حالي أو سلام عليكم عاملين إيه أخباركم إيه يعني يبقى فيه كده فيه تعاون في حس تعاوني لأننا نكتفي شره لا برضو يعني مش هنتدخل في بعض لا إحنا هنقيم إحنا بنقيم المحتوى بس أنا قدام المحتوى أنا مش أنتو دلوقتي مش شايفين سمعين صوتي سمعين شايفين الفوديو بتاعي على فكرة لأصلا جماعنا الفيديو من خلال أنا اللي بعمل كل حاجة الفيديو بياخد وقت بياخد تعب بياخد مجهود بياخد صحتك أنت ما تكون بتعمل أدقد التفاصيل أنت عايزة تطلع مظبوطة فالفيديو اللي بيطلع فالفيديو اللي بيطلع يعني بتكون عامل كل كل اللي في دماغك وطبعا يعني مش بيتع فيه بيتع فيه جماعي يعني فإحنا عايزين الناس تبقى فيها كده رحمة شوية لازم لبقى فيها رحمة مع بعضينا وتعاونوا على البر والطقوة ولا تعاونوا على الاسم والعدوان فنتقل الله في بعضنا ونقبر بخطر بعضنا وأنا بقول لقنوات كبيرة شوفوا القنوات الصغيرة شوفوا محتواها أنا ما بقول لكيش كقنوات كبيرة أني أنت تقف جنب قناة صغيرة بدون محتوى بدون هدف بدون أي حاجة لا أقف بجنبها في محتوى وفي هدف وفيها كل حاجة لأن أنا أنا كوحدة أنا مثلا كقنوات صغيرة مش هقف جنب قناة مش بدون محتوى لا يعني مثلا القناة ملوش أي لازمة مش ملوش أي لازمة إن هو يعني ملوش أي لازمة لا يعني مثلا يكون حاجات مش كويسة غير لائقة مش هقف جنبها طبعا ففي حاجات إحنا نقف فيها جنب بعض وتعاونوا يا جماعة للبر والطقوة وبرضو نختار الكلام اللي إحنا نقوله لبعض افتكر حط نفسك مكان أنت قناة كبيرة حط نفسك مكان القناة الصغيرة وشوف أنت ترضى مثلا في أي حاجة بقى كلمة هتعلي بصة مش كويسة هترضها فإحنا قبل ما نعمل الحاجة نبص لنفسنا الأول هل هي لو حصلت لنا هتوجعنا هتعمل لنا ألم نفسي وجع جسدي ألم روحي فبالش منه يعني متهيقلي كده يعني إن إحنا هنبقى وبرضو عتاب لقنوات كبيرة أما تكون في قناة صغيرة طلبة دعم من قنوات كبيرة وقنوات كبيرة تقوم عاملة بس وتقول يا جماعة ده القناة الفلانية مش عاجبني المحتوى بتاعها وتتريأ وتقول كلام مش كويس تايليه إحنا بنشهر بي أنا مش عاجبني المحتوى خلاص لكني ما شفتش حاجة ما قلش بقى الحتة الفلانية في المكان الفلاني أي حد بقى يروح يبص يشوف تايليه نتق الله في بعضنا يا جماعة ونحط نفسنا مكان بعض ونشوف الناس بعين رحيمة بقلب رحيم ما نجيش على بعض وبعدين ما حدش يعلم ظروف الناس أنا فتحت القناة غيرك فتح القناة هي فتحت القناة هو فتح القناة كل واحد بيوته متقفلة عليه الأبوام متقفلة على بعضيها كل بيت لي أسرار كل بيت لي مشاكل وكل بيت لي ظروف ودلوقت أغلبية الناس كلها تعبانة في الأرزاء فحتى لو إحنا إنت هتجني رزق من النت ويبقى رزق حلال حتى لو إنت ما خدتش فلوسة تاخد سواب عن معلومة دينية عن كلام حسن هيتقال فيبقى إن إحنا نساعد بعض نتقل في بعض نخلي نتشبك إدينا في إدنبع نتعاون يا جماعة التعاون أساس الإسلام تعاونه على البر والطقوة أنا قلتها كتير في الفيديو ده لأنه فعلا ما فيش حاجة تتقال عنه إلا التعاون 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 ده إحساسي فأنا بصراحة الإحساس ده اللي أنا بقوله أمان لو كتبته هكتب إيه يعني ده مش الوارد في دماغي فيا جماعة نتقل الله في بعض نتقل الله في بعض لأن مش الفيديو ده بس اللي أنا شفته فيه تعليقات شفتها عند قنوات كبيرة برضو بالنسبة للناس بتطلب الدعم برضو ليه يا جماعة ويتكلموا تعليقات مش كويسة يترد عليها حاجات مش كوي تاي ليه فنتقل الله في بعض ونتعامل مع بعض وكل واحد ربنا هيسر له رزقه وحاله لأن إحنا مفيش حد بياخد رزق حد أبدا ومعنش أنا طولت عليكم النهاردة وفي نهاية لقاءنا أشكركم واترككم في رعاية الله مع فيديو جديد في قناة صوحة محمد صوحة فور أم أم أقل فكر دقيقة تغير حياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته